مرحبا برج الدلو اول شي انت عندك كارت الرجل المعلق في الكثير يتشامون من هاي الكارت ان معنات ان الامور معلقة ولكن The Hanged Man بالنسبة لي في هاي الوضع يا برج الدلو انت كأنما تمر بمرحلة استيقاظ العملاق داخلك يعني انت مقبل على شيء جدا كبير في الحياة تحت كارت تحقيق الامنيات وهو شبيه بكارت النجمة كارتك الخاصية برج الدلو كارت تحقيق الامنية الامنية الكبيرة في حياتك اكبر امنية عندك هي مقبل ان شاء الله على تحقيق احتمال ان تكون في علاقة احتمال ان تكون في مجال ثاني ولكن هي قاعدة تتحقق فانت حين قاعد تأخذ وقتك مثل اللي تريح تنام تسترخي تعيد تقييم الامور من عزلة شوية عشان لما ترجع تكون مستعد انك تكتشف مستعد انك تحقق امنيتك سواء مع هذا الشخص او مع اي شخص ثاني انا قاعدة اتواصل مع واحد او اشخاص برج الدلو اللي عندهم ثقة عمياء ان امنيتهم رح تتحقق وما رح يخلون اي شخص اي شريك اي احد يقف في طريقهم لان عينهم على الجائزة الكبيرة فمش مهم بالنسبة لهم هذا الشريك تحققت معاه او لا رح ينتقلون لشخص الثاني هذا الشخص لما يرجع يرجع اقوى لما يرجع يكون راجع عشان ينجز شيء معين ما يلاعب ما يضيع وقته يقول للناس واحد اثنين ثلاثة تتفقون معاي او ارحل تتفقون معاي او اشوف لناس ثانية تتفق معاي استيقاظ العملاق يا برج الدلو العملاق اللي فيك طاقتك هي طاقة الساحر ايضا الماجيشن كارت برج الدلو انت حاليا تعبت احتمال من سلسلة من العلاقات الفاشلة او العلاقات اللي ما ادت بك الى تحقيق امنيتك فحاليا قاعدت تأخذ كل طاقتك ورح تستثمرها في شخص او في موقف في شيء رح يوصلك الى تحقيق امنيتك جدا الكارت جميل في هاي القراءة بالنسبة لك شفت التمساح قاعد اتذكر التمساح اغلب الوقت تكون تحت الماء ويكون هادئ يكون يوفر الطاقة ولكن عندما ينقض ينقض على شيء كبير يحصل على جائزة كبيرة انت قاعد بذكائك انك جدا ذكي يتوفر الوقت تتوفر الطاقة ما قاعد تاخذ اي افعال حاليا عشان لما يوم من الايام تستيقظ وطحط جهدك في شيء يستاهل في شيء يسوأ في شيء رح يوصلك الى تحقيق الامنية عندك كرت تسعة الاكواب عندك الكثير من الامان صحيح الكثير من الاحلام نعم ولكن في امني واحدة كبيرة تحققها بالنسبة لك رح يحقق لك جميع الامور معاها رح يحقق لك الزواج الاستقرار الحب الابناء البيزنس الاموال الاحترام في المجتمع ومحيطك رح يحقق لك كل شيء ولكن البداية هي الامنية الواحدة الكبيرة قلت لك اشوف عندك شيء واحد معين في بالك انت اللي تعرف فقط اذا تحقق انت نفسك ستكون ستستيقظ منسباتك وتكون ان برج الدلو مر بالكثير من الامور في الفترات والسنوات السابقة فانت رح تكون مستيقظ عشان تنجز ما عندك وقت الضيعة هذا هي الطاقة المتاحة لك واتمنى انك تستفيد منها لان احنا دخلنا في عصر برج الدلو كل عصر كان الحوت تقريبا اكثر الفلكيين يتفقون ان من الالفين يختلفون على السنة ولكن من الالفين يتفقون ان احنا بتدينا ندخل في عصر الدلو عصر الانسجام عصر تحقيق الاماني عصر هناك الوفرة للجميع عصر الحوت وصلنا الى الكثير من الاختراعات اللي نحتاجها عشان نحقق وما نريد تحقيقه في عصر الجزي وكل عصر يستمر تقريبا الفين ومائة وخمسون سنة هذا جدا مهم يعني بدل ما الابراج تمشي الى الامام لحمل الثور احنا طلعنا من الحوت يرجع الناجم يرجع ويبقى في الدلو لمدة 2150 عام نتوقع الكثير ان شاء الله من الوفرة والانسجام معرفة الذات في هاي الفترة جدا مهمة ايضا رح تكون بتواصل مع نفسك تواصل خاص تواصل لم تصل اليه في السابق بغض النظر عن الشريك رأينا الشريك طاقة موجودة عندك احتمال يكون برج ترابي او برج ناري في محيطك احد قاعد اما يحاول يبعدك عن هذا الشخص او يخبرك ان هذا الشخص ما يصلح لك واما الشريك نفسه بععدك عنه كان دائما يخلي حدود يعني هاي كرتك انت ولكن انت كأنك تضرب الباب بقوة على الشريك تقول لا افتح لي وهو لا يفتح عنده ستة اقصان موجهة تجاهك مش قاعد يخليك شنو ما قاعد يقولك شنو يجري في حياته ما خلي مسافة كبيرة بينك وبينه في الكثير من الامور تريد ان تعرفها عن الحبيب ولكن هو لا يعطيك المجال لماذا رح نكتشف في باقي القراءة ولكن انت تمللت البرج الملول تمللت من شخص لا يسمح لك بالدخول سحبت نفسك ارى انك سحبت نفسك وتوجهت في اتجاه ثاني اتجاه تحقيق الامنية ما هو الشريك او ما هي طاقة الشريك عنده بلسف بنتيكلز فارس الخماسيات فارس الارض ابطأ فارس في الترو اكثر فارس نوصل مرحلة المشي ونحن ننتظره ولديه ايضا الخماس الصغير اصغر الخماسيات وتحتهم يقع تقع ملكة السيوف الطاقة الهوائي هاي انت موجود انت موجود عند الشريك والشريك موجود عندك انت فهمت وهو فهم بدون ان حتى تتحدثوا في الموضوع هو فهم ان انت تريد ان تدخل حياتك تكتشف تغير ما الذي يحدث في حياتك يا فلان شنو قاعد تخش عني ليش في حدود بيني وبينك ليش تصرفاتك غير متناسقة اوقات تكون بارد محب اوقات تختفي عندك اكتشافات تريد ان تحققها عند الحبيب هذا الشريك كان يحاول يتلون لك او يعرف اسلوبك يعرف كان يحاول يعرف الاسلوب الصحيح اللي يتعامل فيه معاك ولكن فشل فشل لانه لديه ملكة السيوف كأنما انت تغلبت عليها انت اكتشفت بدون هو ما هو الاسلوب اللي يصلح معاك انت يبرج الدنو اول شي حاول بان يعرض عليك طاقة فارس الخماسيات فارس الارض وبعدين الخماسي الصغير كأنما كان قاعد يحاول يقول لك هذا الاسلوب رح اتبع معاك اوكي لم ينفع رح للتجربة الجديدة حاول يتبع معاك اسلوب ثاني ايضا لم يفلح اتوقع ان اسلوب دائما كان حول الماديات يعني من النوع اللي كريم يعطي ماديا ولكن تتوقف عنده العطاءات خلاص يعطي ماديا ومن ثم يختفي او يعطي ماديا او لفترة معينة فقط يعطيك حب ومشاعر وبعدين يختفي فانت كأنما بغض النظر هو اختف او لا انت طاقتك موجودة عند ملكة السيوف انت اكتشفت ما تحتاج ان تكتشفه خفط طاقتك المعتادة واتوقع ان انت من القراءة ان انت اللي قررت ان تخرج من حياتك انسان غير انكنسستنت ما عنده ثبات في العطاء يوم حار يوم بارد يوم صديقك يوم يختفي عنده هاي الطاقة الغير مستقرة او دائما يرجع الى الوراء يعني تخطو معا انت خطوة الى الامان تحس انه ثبت العلاقة وصلت مكان منيح مكان انت سعيد فيه اليوم الثاني بعد ساعة يرجع لك عشر خطوات الى الوراء قل عنده الاداء من الفارس الى الخماس الصغير انت ما عجبك الموضوع قطعت العلاقة او اكتشفت شيء لم يعجبك بخصوصة قطعت العلاقة طاقتك هي الموجودة وكأنما هو يحاول ان يتلبس طاقتك في نفس الوقت ليعرف ليحلل ليقيمك يكتشفك يا برج الدلو ما الاسعوب ليصلاح معاك عندنا طاقة الطرف الثالث طاقة الثلاثة والثلاثة ثلاثة الأخصان طاقة نارية احتمال انك تتعامل مع برج دراب الذي لدينا الكثير من الطاقة الارضية هنا برج الدلو جدي ثور عذراء دائما الابراج الارضية تنجذب الى الابراج الهوائية والابراج المائية مع النارية دائما يعني اغلب ما بقولك الكل الاغلب الابراج الترابية دائما تنجذب الابراج الهوائية بسبب طبيعتهم الهوائية انهم دائما مختلفين في الهواء اسرع اتوقع ان الطرف الثالث هو عبارة عن شخص انت استخدمت يا برج الدلو او دخل في حياتكم اوكي دخل في حياتك انت اكثر كأنما هذا الشخص بغض النظر هو من كأنما انت كان بالنسبة لك مثل الكرة الكريستالية الكرة اللي كريستال تشوف داخلها المستقبل هذا الشخص وصل لك معلومات او فهمت من كلامه معلومات روحية معلومات مثل قراءة التارو وهذه الامور هذا طبيعة هذا الشخص احتمال انك استعنت ايضا بقراءة تارو او فناجيل او تفسير الاحلام فهمت من خلالها ما يخفي هذا الشخص هو سبب انعدام ثباته في العطاء انعدام وجوده في العلاقة فهمت انت الدلول لتحتاج الكثير لكي تفهم سريع تلقطها سريعا احتمال انك مريت باحلام وفسرتها واتشفت هذا الشيء الثلاثة والثلاثة تشفت ان هذا الشخص عنده ادمان معين يحب اما يشرب يحب اما يسهر يحب اما عنده ادمان سلبي على الجنس على المساج على امور غير جيدة على الاطلاق ولكن مشى فيها لفترة طويلة مثل ما تمشي في الارض الارض ثابتة صار ثابت في ادماناته ثلاثة الاخصان ردك ردك انت على ادماناتها وعدم استقرارها في العلاقة اشوف ان عطيت ظهرك وكأنما خليت يتمتع بالعلاقات الاخرى اللي عندها الاشخاص الثانين كأن قلت له عليك بالعافية او اذا لحد الان لم تفعل هذا الشيء هذا الشيء القراءة تقول لك عن المستقبل عندنا ملكة الارض ملكة الارض شنو تسوي هني هذا بالنسبة لي في هاي القراءة بالذات كأنه صاير مو طرف ثالث كأنه صاير مجرد فهم هذه المرحلة او هذا الشخص دخل حياتك انه يفهمك شنو قاعد يصير مع الشرك ما دخل من اجل ان يكسبك او يخرب عليك ولا اي شيء هذا الشخص بغض النظر عن الطرف الثالث الطرف الثالث ليسهم سبب سبب فشل علاقتك مع هذا الشخص وانما هو طبيعته هكذا الاشخاص المحيطين فيه ما عندهم اي ذم عندنا ايضا ملكة الارض ملكة الخماسيات شنو تسوي هني ملكة الخماسيات عشان تكتشف طاقة هذا الشريك ولماذا يتصرف بهذا الشيء وفعلا وصل الطير الطر ممكن يكون الشخص ممكن يكون قراءة تارو تفسير حلم قراءة فنجان تأخذ اخذ اخذ اخبار من شخص معين ولكن الرسالة وصلت لك يا برج الدلو من اجل ذلك انت غيرت هنا عندك تغيير 180 درجة في عجلة في دربك كنت متوجه هنا ابتعد عندك كرت الساحر هذه هي ايضا كرت برج الدلو الناس يقولون ان اعتقد الجوزاء ولكن بالراحة كرت الساحر هو كرت برج الدلو كرت الساحر يمتلك لديه كل الادوات يستطيع ان يخلق ما يريد وبعض الاحيان اذا كان معكوس يقرأ انه متلاعب انت باستخدام طاقتك العادية دائما برج الدلو عنده طاقة سايكيك طاقة روحية يقدر يكتشف مثل العين الثالث يقدر يكتشف بها خفايا الامور متحت السطور هذا احتمال ان يكون برج جرابي جدا شاطر في اخفاء خطوات تحركات ولكن في النهاية انت الساحر وانت الهواء انت اكتشفت اسرع اسرع من باقي الاشخاص احتمال هنا في شخص ايضا شريك سابق لشريك السابق اخذ وقت طويل وخسر الكثير عشان يفهم طبيعة شريكك وخسر ثلاثة الاعداد الفردية دائما تعني الخسارة الوحدة ان في شيء ناقص وصل الى الثلاثة ولكن انت يو برج الدلو لم تأخذ نفس الوقت او تضطر اتتحمل نفس الخسارة من اجل ان تكتشف هذا الشخص عندك الساحر وراءه ثلاثة الاخصان ثلاثة الاخصان جدا ممتازة انت ردك كان ان تعطي ظهرك لهذا الشخص او هذه هي النصيحة لك ان تعطي ظهرك للشخص اللي غير ثابت في العلاقة لان احتمال ان يأتيك شخص من طرفه او تتعلم كأنما ستفهم علاقته مع شركة السابق ان هو لا يتغير هذه هي طبيعته وليست مهمتك ان تغير الاشخاص انت ايضا فكأنما انت قاعد تقول هني بدل ما ااخذ طاقتي وحاول اغير فيها هذا البرج هذا الشخص استطيع ان ااخذ طاقتي اجمع ها واجه افتجاه واحد مفيد يحقق لي امنيتي يجلب لي الشخص افضل هذا تصرب جدا ذكي رح اسحب لك كرت تبع المفاجأة هل سيرجع هذا الشخص هل ستبدر منا خطوة خطوة زيادة باتجاهك رح نشوف يابورج ابدالوا رينبو امير الراينبو الراينبو الله هو قوس قزح امير قوس القزح شنة تعليلي هاي رح شوف الكرت معنا لان الكرت اول مرة يمر علي ومعنا شوية غريب في قراءتك بالضبط رينبو برنس معناته في هاي القراءة او في كل القراءات بشكل عام هو مثل الساحر الساحر يتحكم بجميع العناصر الماء التراب السيوف الله هي الهواء والاخصان الله هي النار نفس الشي عشان يطلع الراينبو في السماء لازم يكون في تحكم في الجو في عناصره ويكون في تناغم بين الأرض السماء الماء الهواء والنار كل عناصر حتى درجة الحرارة تأثر في قوس القزح الرسالة هذة قاعدة تقول لي ان انت يا برج الدل وبيدك الان انت ايضا الساحر انت بيدك اما تخلي نفسك عالق في هذا الشخص مع هاي الشريك وتكون معلق بسبب هذا الشخص او تعلق نفسك من اجل استجماع قوتك عشان لما تطلقها في الوقت المناسب باستخدام العناصر المناسبة تطلقها باتجاه تحقيق امنيتك انت عندك اختيار هل تظل معلق في علاقة ما تليق فيك علاقة جدا غير ناضجة وما ارى ان لها مستقبل يعني الشريك قاعد يحاول يخبي اكثر ما قاعد يحاول يستثمر فيك او انك تأهذ هذا الوقت للتفكير وتطلق نفسك تطلق جميع قوتك الخارقة كارت الساحر القوة السحرية باتجاه فعلا ما تريد تحقيقه في الحياة هذه هي النصيحة او التحذير لك يا برج ادلو اتمنى لك التوفيق وشوفك على قبيل